لرمضان استعد حيئ رقبتك للعتق من النار حيئ قلبك ليؤفر لك ما تقدم من ذلك لرمضان استعد لرمضان استعد إنني أريد أن أهتم هذه الدولة بأن تعمل العمل 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 النهاردة كيف نصر قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الغير منوعا إلا المصالدين اللهم اجعلنا من المصالدين إبقى زكاة هذا الهلع الصلاة تزكية النفس بالصلاة أهم شيء في الدنيا الصلاة أهم شيء في الإسلام الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله إنما قدرهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة وعرف نفسك يا عبد الله وحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك الصلاة أهميتها عندك إيه؟ عارف وإنت جاي وإنت مسافر من أول ما خرجت من بيتك الصدفة أذن عليك الظنفو ساعة إحساس البل الصلاة الصلاة أصلي فين؟ أعيز أصلي نازم أبقى عارف أصلي إمتى أصلي فين؟ الصلاة محتاج إيه؟ تأني وإنت رايح للصلاة احتاج تأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتهتم بسكينة ووقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فأضم على مهلك بس على مهلك دي يبقى تخطف لها بدري رحم الله سعيد بن المسيد قال لي أربعين سنة ما أذن المؤذن لصلاة من الصلوات القمس إلا وأنا فنس الناس اللي بتنزل على الإقامة وبتنزل بعد الإقامة وتنزل في الركعات الأخيرة النداء للصلاة ليس بالإقامة النداء للصلاة من أزان مش بالإقامة وشور يا أبينا الأزان والإقامة وطرائف وأعمال تحية المسجد الصنة القبلية والدعاء بين الأزان والإقامة لا يهدد وإدراك الصف الأول وإدراك المكان خلف الإمام لو علموا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يستهموا الشهد في المتين اللي قيام دون عايزوا يخبطوا فألفا فتفرغ للصلاة وفرغ لها وقتا مفتوحا لا تحاسب الله من الثوان والدقائر هب عمرك لا تستعجل في أدائها لا تسرق من خزوئك وتنهب من إيمانك أصلاة فاستضر وتمهن اهتم من الأمر واجعل من الأولوياتك لكي تستطيع أن تفرش إلا الله لرمضان نستعج هاي رقبتك للإتق من النار هاي قلبك ليؤفر لك ما تقدم للزن نستعج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر